آخر فكرة وحنتكلم فيها عن فكرة هنا يعني لما تيجي تتدرب تدريبات فترة طويلة جدا ويبقى عندك إصرار كمان على تحقيق حلمه معين فيه هدف معين أعتقد بيحصل تتكلم عن تسجيل بقى رقم قياسي في مسوعة جانس للأرقام القياسية يعني حاجة مش بسيطة وحاجة كبيرة جدا وأكيد الموضوع كبير كواليسه يعني فالنهار ده معنا يعني نماذج مبهرة فعلا من المصريين اللي بيحققوا أرقام قياسية في مختلف المجالات خصوصا نتكلم تمرين حركات ريادية معينة حنفهم كل ده منه بس خلينا نرحب بفارس شعبان هو محطم أرقام قياسية بموسوعة جانس ووائل عبد الناصر برضو محطم أرقام قياسية بموسوعة جانس صباح الخير صباح حاجة جميلة والله بجد بس أنا حب الناس بقى تعرف أكتر يعني في إيه تحديدا والتحدي كان يعني أنت السكور بتاعك عدى مين قبلك يعني خلينا نعرف حب دق بيك يا فارس في البداية هو التمرين الجامبين جاكس معروف عبارة عن أنت بتقفز في الهواء مع فتح القدم بفتحة معينة تبع الشروط الجيد لينز مع التماث اليادي فالتمرين ده هو كان مسجل بدايتي بدايتي مع جينيس هو كان مسجل بعدد مية وستاشر في دقيقة وأنا كنت عملت اختبار عليه لقيت نفسي أن أنا هقدر حطم الرقم ده آه كنت في البداية بعمل غلط بس عرفت الأول أن أنا عشان تواصل مع جينيس لازم أعمل أبكاونت على الموسوعة وتواصلت معهم قالوا لي ثلاث شهور ويردوا علي فأنا فضلت أتمرن في الثلاث شهور دهول لحد مقدرت أول محاولة رسمية جبت فيها مية ومية وتسعتاشر عد يعني كسرت الرقم العالمي وبعد ما هم ردوا علي سوق الحظ يعني أنا مفروض أن أنا عبعت الفيديوهات وكده فرقم أتكسر للاعب الهند وجاب مية تلاتة وعشرين في ديئة فأنا كان قدامي كده يعني إما نسحب إما أكمل بس أنا قلت لأ يعني أنا خدت الطريق من أوله فعلا أكمل وفعلا كملت وقبل ما أصور بيوم كنت جاي بمية ستة وعشرين في ديئة لكن الحمد لله في وقت التصوير جبت مية تنين وثلاثين عدد فوقت على بسع عدد وده فارق كبير جدا فيه كنتش أنت مصدق وقتها أنك ستقدر يعني أنا حضرتك في آخر الفيديو بتاعي هي اللقطة دي ما تصورتش بس فيه اندهاش حتى أنا بدأت بطأ مش عشان أنا تعبت لا أنا بدأت هو معقولة واصل أنا بدأت بطأ افتكرت هو مدس على الطيب ما عايش بص بقى عشان الفيديوهو خلينا نفهم أكتر منك يا فارس فإذا بتعمل الحركة دي عملتها مية وكم مية اثنين وثلاثين عددت دي مية اثنين وثلاثين جميل جايز طب أنا عايز أعرف يعني هي طبعا ممكن تقطع النفس لحد مش متماحة انت قبل ما توصل ليه المية اثنين وثلاثين مرة انت كنت بتوصل لغاية كام وتتعب أول ما ابتديت أول ما ابتديت كنت بوصل لمية واثنين مية وثلاثة مش قرص مش قادر اه وبفضل بأضغط على نفس الجزء البيض عشان اوصل ايه اتعادل بس معي اجيب الرقم بتاعه طب قولي الأصعب حاجة في التدريب ده والتمرين ده ايه النفس انه بيروح ولا ايه لا حضرتك التمرين ده بيعتمد على اولا يكون لازم يكون فيه اليونة في مفصل الكتف لازم يكون فيه عدرة قدامة تكون مرنة لازم يكون عدلات الفاغد تكون كواب حيث انها تقدر تستحمل تستحمل معاك العضل في الأطول وقت ممكن والحمد لله مع التدريب ولازم ينفذ طبعا الحمد لله مع التدريب قدرت حتى مراكم ده الرقم الثاني هو حاليا في المراجعة انا للعب بريطاني مسجل بـ 72 اسمه هارلي وانا حقق تـ 77 ده رقم كويس جدا طيب انا هرجع لك تاني يا فارس عشان نفهم عارف انت لما تشوفها من بعيد حس انها سهلة سهلة ايه انا فهلا لما جربت لقيت الموضوع اه بس الموضوع اكيد ده